عودة حكومة نتنياهو إلى المشهد السياسي مجدداً تمثل نقطة خطيرة في سياسات التطرف الصهيوني وتأثيرها على القضية الفلسطينية حول هذا الموضوع عقد مركز الرافدين لدراسات الاستراتيجية راسام محاضرة ألقاها نائب رئيس حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني إبراهيم أبو جابر لا شك أن وصول بن يمين نتنياهو إلى سدة الحكم من خلال الانتخابات التي جرت في 11 من العام الماضي 2022 يعني تعيد إلى الأذهان دموية هذا الرجل وسياساته العنصرية وذكائه إن صح القول في التعامل مع الكثير من الملفات الموجودة الإقليمية وحتى الدولية أبو جابر ذكر في محاضرته أن حكومة نتنياهو تسعى للسيطرة مدنياً على الضفة الغربية وصولاً إلى الأغوار هناك تفكير في ضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية للإدارة الإسرائيلية أو للمؤسسة الإسرائيلية مدنياً أي تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وأقصد بها الضفة الغربية أو أجزاء منها وعندما نقول أجزاء من الضفة الغربية نقصد الجيوب الاستيطانية الثلاثة الكبرى كما نبهى أبو جابر إلى أن حكومة نتنياهو ستزيد عمليات القمع والاعتقال للفلسطينيين مدفوعة بتطرف صيوني يسود على المزاج العام في الحكومة ستزيد عمليات القمع لأهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وتحديداً في الضفة الغربية ولن يتوانى نتنياهو في ظل أي متغير أمني أو سياسي ولربما أمني أكيد في المنطقة أيضاً على ضرب قطاع غزة أو على شن حرب أو وجبات عسكرية معينة هجمات عسكرية معينة ضد القطاع وعلى المستوى الإقليمي يسعى نتنياهو إلى إكمال مسلسل التطبيع مع الدول العربية بحسب المحاضر لهذا السبب هو يعمل الآن على إكمال عمليات التطبيع التي بدأها إما مع المملكة العربية السعودية أو مع السودان لأن الأمر مع السودان حتى الآن لم يرتقي إلى مستوى تبادل السفراء وفتح السفرات في الخرطوم وفي تل أبيب ثم هناك حديث عن دول عربية أخرى مثل عمان وحتى هناك حديث عن العراق وهناك بعض المسؤولين العراقيين زاروا تل أبيب ويبدو أن الملف الفلسطيني سيشهد منعطفاً خطيراً في ظل سياسات نتنياهو وخطط حكومته المتطرفة ترجمة نانسي قنقر